تراجع الاتحاد الأوروبي عن قرار تعليق المساعدات للفلسطينيين ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس وكان المفاوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار قد أعلن مراجعة المساعدات التنموية للفلسطينيين البالغة نحو 730 مليون دولار لكن العديد من الدول الأعضاء انتقت تجاوز المفاوضية لصلاحياتها وقالت أن قطع المساعدات سيدر بالمدنيين الفلسطينيين ورفضت أرلندا وإسبانيا والبرتغال واليكسنبورغ القرارة علنا بينما عرضته دول أخرى في الكواليس